شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الاجتماع الوزرية الخامس عشر لحوار تعاون الاسوي تحت عنوان الطاقة المستدامة والمنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة أكد معالي وزير الخارجية في كلمته أن مملكة البحرين تسعى دوما إلى دفع عجلة التعاون إلى الأمام في كافة مجالات حوار التعاون الاسيوي وذلك من خلال تبادل الخبرات والآراء حول سبل المضي قدما ومواجهة التحديات لتحقيق التكامل الاقتصادي الاسيوي مشيرا إلى أن مملكة البحرين تولي اهتماما خاصا بالتنمية المستدامة وتحقيق أهدافها لسيما تلك المعنية بالطاقة من خلال حرصها على إقامة شراكات مع دول أسيوية في هذا المجال وذلك إيمانا منها بالدور الحيوي والإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها القارة الأسيوية في الاقتصاد العالمي وأشار معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة إلى أن مملكة البحرين كعضو فاعل في دعم مسيرة العمل الاسيوي المشترك تسعى بكل عزم وأسرار وبالتعاون مع الأصدقاء والشراكاء في هذا الحوار إلى مواكبة تطورات الإقليمية والدولية وتعزيز الأطر والآليات القائمة للحوار مستعرضا معاليها الفعاليات التي تستضيفها مملكة البحرين خلال العام الجاري ومن بينها ورشت عمل في مجال استخدام الكربون في تعزيز الإنتاج النفطي والعلاقة بين الطاقة والمياه في شهر فبراير القادم إضافة إلى احتضان معرض ومؤتمر الشرق الأوسط العشرون للنفط والغاز ميوس 2017 خلال شهر مارس القادم وأعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن تطلع مملكة البحرين إلى استضافة الاجتماع الأول للأمناء العامين للمنظمات والمنتديات الإقليمية وشبه الإقليمية في آسيا وأن يكون خطوة مهمة في تقوية العلاقات بين الدول الآسيوية وتكتلاتها الإقليمية وعلى هامش أعمال الاجتماع الوزاري الخامس عشر لحوار التعاون الأسيوي الطاقة المستدامة اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مع معالي السيد أرلان عبداللطيف وزير خارجية الجمهورية القرغيزية الصديقة وخلال الاجتماع أعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره لعلاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين والجمهورية القرغيزية مستعرضا معالي سبل تنمية هذه العلاقات على كافة الأصعدات بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين مؤكدا على أهمية تبادل الزيارات بين المسؤولين لأجل توسيع مجالات التعاون والتي منها السياسية والاقتصادية والبيئية وتعزيز التنسيق المشترك حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية من جانبه أكد وزير خارجية الجمهورية القرغيزية الصديقة حرص بلاده على توطيض علاقات الصداقة مع مملكة البحرين متمنيا للمملكة المزيد من التقدم والرخاء ترجمة نانسي قنقر